اعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الابراج انا ماريم توقعات الابراج اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 1 ايار 2023 توقعات العشرية الاولى النهاردة هتشتغل بشكل بناء من خلال انك تبقى فريق وده يعني انك هتعرف تطبق اصعب الافكار في يومك ده واتقابل دعم بشكل خاص جدا من خلال شغلك وحتى في حياتك الشخصية هتظهر حبك لكل الاشخاص اللي حواليك بهدف انك تأول علاقات معهم هتقابلك النهاردة في يومك حب حياتك فخليك فاتحانيك عليه بشكل كويس هتعم اجوائك كتيرة فيها ارتياب هتستوجب منك انك تاخد موقف هتلاقي صعوبة في انك تتخلى عن طريق تفكيرك اللي انت متعود عليها من العواقب السلبية اللي هتبقى نبع من ماضيك مع كل ده هتحاول انك تبقى متفتح اكتر عشان تتمكن من انك تعدي مصاعب وعراقيل مليونة وسهولة لغاية ما يتخلص جسمك من تأسراته لو كان عليه ضغط زايد طريقك بيزداد صعوبة اكتر من اللي انت تصورته لما بدأ الموضوع ممكن يكون فيه شخص بيحاولي بعدك عن خطتك او حتى انه يحبطك ما تيقاس وانظر للموضوع كأنه بس مجرد عقبك اختبر بيها ايرادتك وتدافع بيها عن كل خطتك وتتقدم اكتر للقدام هتحاول تتكيف اكتر مع كل افكارك عشان تتماشي مع كل الظروف الحالية اي من الخيارين هيبتدي يظهر لو كان هدفك وقعي فعلا وبيستحق عناء الوصول لي ولا لا توقعات العشرية التانية هتعرف تتبنى موقف مؤيد جدا عشان تقوي رابطك الاسرية وهتتقبل كل اسرتك ده بسعادة هتدعمك جدا في كل الخطط وهتعزز كل العلاقات اللي بتبقى بتستمر في حياتك العطفية هتتقرب من شخص محدد بعينه وهينتج عن التقارب ده علاقة ليها مادة طويل كل العراقيل اللي انت تنبأت بقدمها من فترة طويلة هتبتدي تظهر بشكل تدري وهتتحاول لواقع هيكون انك تتفداه موضوع مستحيل لازم تواكهه في اسرع وقت ممكن حتى لو كانت المهمة دي صعبة كل ما بتتأخر هتترقم قدامك العراقيل اكتر ويبقى صعب انك تتلاشاها بالنسبة ليك هيكون في حاجات بتعواء كان انك تتقدم في اتجاه هدفك لكن ما تيقس وحاول تتوقع انك تلاقي كتير من المواساة من اي شخص احشد قوتك استمر في انك تتبع احلامك حتى لو كان لابد من انك تغيرها في بعض الاحيان هتتصرف بتصرع وهتحافظ على كل طقطك وتبص للمشكلات دي كانها مهمة تانية لازم انك تعرف تنجزها وتبقى واسق من نفسك فيها بالنسبة لي توقعات العشرية التالتة هتبقى متفق مع نفسك انت واصل جدا بنفسك وهتظهر سلام داخلي واضح جدا كل ما انت هتبقى مفعن بحيوية وحماسة نتيجة لهدوءك الخارجي هيبتديه نتيجة لهدوءك الخارجي هيشعر كل الاشخاص اللي حواليك بالراحة في وجودك ثقتك النهاردة وساعتك في الحياة بتعني ان كل زملائك النهاردة وكل اصدقائك واسقين جدا فيك هتنبق بانك هتبقى في مشاكل لكن تحفيزك على انك تحلها هيبقى شوية اضعب من المعتاد متيقس هيقول تدور على بدايل تانية هتتسائل اي درجة هتبقى بتأثر عليك المواضيع دي ولو حتحتكت انك تستنى شوية وتدي نفسك فرصة بانك تلاقي الحل لكل المشاكل اللي عندك بالنسبة ليك النهاردة هتكون وصلت الحق تسد في الوقت اللي انت فيه مش هتعرف تحرز اي حاجة فيها تقدم انت على وشك انك تستسلم هتعتبر الاوقات دي فيها اختبار لقوة ارادتك وهيتضح ليك قريبا ازاي تتقدم اكتر في كل الخطط اللي عندك وازاي هتلاقي بطاقة اللازمة عشان تستمر بصرف النظر عن كل العقبات لازم تتخلى عنها في معدى كل ده هتبتدي مرة تانية بمنظور مختلف